وسائل خير والسعادة والأمل عليكم مشاهدي قناة الصحة والجمال يا سعدني أكون معاكم معي عبد السلام حلقة النهاردة حلقة بتدي نوع من الأمل والسعادة في كل بيت مصري السعادة اللي هي نوعين وأكتر نوع بتكون محتاجينه السعادة الداخلية وكمان فيه سعادة بتكون مادية ملموسة يعني مثلا فيه سيدات أو رجال بيجيهم سعادة لما بينزلوا يشتروا حاجات للبيت لأولادهم حاجات شخصية جددوا في البيت النهاردة السعادة الملموسة معنا النهاردة نتكلم عنها وضيف حلقتي مهندس أسامة سعد صاحب ومدير شركة اسكيب لديكور أهلا بحضرتك يا فانت سرطنا يا فانت أهلا بحضرتك نحن بنتكلم النهاردة عن السعادة الملموسة المادية شوية في كل بيت في مصر والوطن العربي والعالم كله السيدات بيحبوا الشوبينج وبيحبوا يتجددوا في البيت من العبش وقطع معينة بتديهم راحة نفسية وبتدخل نوع من السعادة جواهم كلمنا النهاردة عن منتجات شركة اسكيب واللي بتقدموه للناس من إمكانيات مادية أو ملموسة تدخل السعادة عليهم أكيد يا فانت أهنا عندنا الوقت عشان ندخل الفرحة على البيت المصري قدمنا خصومات كتيرة بالنسبة للسيدات عندنا قطع مرتان عليها خصم كبير وعندنا مرجحة عشل عصفور تمام وعندنا برضو النجيل الصناعي اللي هو اللاندسكيب وعشان الأولاد برضو ما يزعلوش عمل لهم البول اللي هو حمام السباح جميع المقاسات تكلمنا النهاردة عن الشركة بتاعت حضرتك إزاي بدأتوا وجات لكم منين الفكرة وليه اخترتوا الأساس الأساس ما فيش بيط مصري بيستعنى عن الأساس دي أول شيء وبعد المتجدد يعني عندنا موديلات يعني هنا كل سنة بننزل موديل عندنا في القطع مرتان دي في منها الطقم استيديو تمام ده سعره متوسط يعني 2300 جنيه بقى كويس لأي بيط مصري طقم استيديو بمعنى إيه؟ عشان نعرف الناس اللي بتشوفنا إيه عندنا أربع كراسي وتربيزة أو كنبة يقول عليها صفرة لا أربع كراسي ده زي طقم الأنتريك كده مثلا تمام ده يتفرش في الروف يعني أريكة اللي بيتقاد عليها لغرفة المعيشة مثلا عشان الناس تبعارفين عندنا ممكن أربع كراسي أو تربيزة أو كنبة وكرسيين وتربيزة ده المستوى اللي هو يفرش بلكونة روف جاردين اللي هي الحديقة عندنا فيه طقم أعلى شوية الفي آي بي ده بتعمل مؤسسات معينة حسب طلب العميل وده برضو أسعار كويسة وعلى نزعي الخصم كتير وعشان برضو نسهل على العميل بتاعنا احنا عملنا تقسيط بدون فوائد بمعنى؟ بمعنى لو حضرتك خدت المرجحة بألفين كاش برضو بندهلك بألفين بالتقسيط بدل ما تدفع مثلا الألفين دولت مرة واحدة بنتدفعهم على أربع شهور بس حضرتك بدأت إمتى وأسست الشركة إمتى؟ احنا أسسنا في سنة 99 1999 ده كان نشغلنا في المأولات الأول كانت الدنيا فيها مأولات كتير مأولات وتشتباط بعد كده في 2009 بدأنا أن احنا نختص في الدكور شوي بعدها بفترة يعني كل دكور أو كل ما يلزم البيت متاح عندنا في المعرض فيه جزء دكور وديهانات وفيه جزء فرش فده لحنا تخصصنا في الوقت طيب لو جينا تكلمنا عن الأساس إيه أكتر أساس بيتطلب منك وهل السيدات الأكثر طلبا على الإقبال للشراء المنتجات طبعا بيحبوا يغيروا كتير الستات كل اللي بيشوفونا بيحبوا يغيروا يجددوا في البيت الستات أكتر بتتجه للشراء ولا للرجاء لا السيدات هي الأول طبعا هي في كل شيء هي اللي بتتعامل معنا وهي طبعا زوق معلش يعني ما احترامين للرجاء هي زوقها دايما في العفشة أو في الفرش أحلى طبعا أي أكيد طبعا كل السيدات بدأ خصصصهم أحلى طبعا آآ آآ متحيزة وبعدين يعني إيه الألوان الجديدة السنة دي في الديكور وفي القطع الأساس القطع الأساس اللي احنا عندنا اللون الخشابي اللي هو البن الغامق ولا هو البن الفتح وبيتحمل درجة حرارة الشمس وما يبانش فيه عفرة ما يبانش فيه وسخ ما يبانش فيه أي شيء الألوان الغامق هنقدر نقول إنها هي الألوان المودة السنة دي لا ولا الألوان الفتحة آآ بين الفتح والغامق اللي هو الوسط يعني ممكن نعمل دمج ما بين الألوان بنيات مثلا مع فواتح أبيض قفيهات مع البني دي يبقى جميل جدا وبالنسبة فيه حتة كترة الأساس معينة اللي هي بيبان فيها الأصمر والأبيض اللي هي المرجحة اللي هي العشرة على الصور دي بيبقى أفضل لون عند العملاء يا إما الأبيض يا إما الأسود دي يعني يا إما أبيض يا إما أسود ما فيش بين البنين إحنا معنا صور ممكن حددك تشرح لنا كل حاجة بالتفصيل يعني مثلا هنا عندنا صورة أريكا آآ ده طاقم في آي بي آآ كنبة مترين آآ والبف اللي جنبها ده وقت ستين في ستين آآ ده تشعرها مناسب لكل البيت المصري وهنا ده عبارة عن غرفة معيشة ولا بتكون إيه ده قوضة معيشة فيها ده منظر 3D ده برضو قسم الدكورة احنا كلمنا عليه ده ده ورق 3D جلد طبيعي آآ قطعة واحدة على قد الجدار آآ بي ناس بأي مكان وكذلك ده برضو طاقم في آي بي بس ده بيكون في الجنين أكتر ولا بيكون داخل البيت نفسه بيكون أو الدور آآ خارجي آآ احنا قلنا روف أو بلكونة أو جاردن لو مثلاً إن السيدة المشاهدين حابوا موضل معين هل حضرتك بتنفزوا باللون اللي هم عايزينه؟ آآ طبعاً هل قوم بصنع بتاعنا يعني احنا مش وسيط فيه شركات كتير في السوق الوقت وسيط يعني عاملين تسوية عن نت وسيط أزاكات ست بيت أو أزاكات شركة ده وسيط وإحنا تعملنا مع ناس كتير من نفس الكبيل بس احنا المصنع احنا المصنع طيب حضرت ربط مقاس معين احنا بننفذه طيب ممكن تكلمنا حضرتك عن الطقم اللي قدامنا ده طقم في اي بي برضو الكنبة مترين الكورسي 60 في 60 من الداخل واتنين باف وطرابيزة او طرابستين ده سعره مناسب لكل الاسر المصرية طبعا او الدور طبعا ده او الدور اتحمل برجة حرارة الشمس يعني مدة عمانه 3 سنين وفيه متاح لحد 10 سنين الخامة اللي مستخدمة في الطقم ده ممكن يكون لسنعنا عندنا الشاسية بتصنع من الحديد دهان دهان استاتيك بعد كده الحديد بيتكسى مادة الرتان مادة الرتان ده مادة بلاستيكية معالجة ده بحرة الشمس عشان متان عدم تآكل للحديد واحفاظا عليه كمان ومادة بتلف عليها عشان تدي الشكل الدكور اللي احنا عايزينه ومادة مطاطية يعني ده رتان بيور فيه في السوق الرتان مصنع بس ما احنا بنشغلش بيه الفرق ما بينه ما بين اللي بستار مع الرتان اللي هو اللي مش بيور ده بيتصنع معلش من الزبالة والكاس القديمة كلام من ده المادة بتاعتنا دي بيجي خرص كده مادة مصنع بلاستيك مستوردة احنا بنصنعها هنا في مصر بنحولها للرتان ده تاخنته بتاع 2 ميلي ده ايه مميزاته؟ ده مميزاته انه هو لو الشمس جات عليه ما بيسحشي تاني حاجة ما بينشافشي النوية قطم بياخد زي الاستيك كده بياخد ويد مطاط يعني خمع مطاطة ايوان ودي طبعا بتدي طول عمر حضرت لو قعدت عليه من غير فرش من غير فرش عادي مريحة في نفس القعدة بتاعته بتبقى مريحة اصلا ستين سنتي يعني كرسي عرضه ستين سنتي في طول ستين سنتي فبتبقى قعد عليه مرتاح طيب دلوقتي نيجي عندي نقطة مهمة بتهم كل ستة في مصر النظافة والتنظيف احنا ما بتحبش يعني ناخد مجهود في التنظيف هل المنتج بتاع حضرتك يعني سهل في التنظيف بتاوه؟ سهل التنظيف ممكن بحضرتك كل اسبوعين او شهر بتفكر تنظفيه بيبقى ازاي الطريقة؟ بنجيب مثلا العبوها العادية خالص وفيها اي مادة منظفة وبخاخ عليه على الخامتراتان نفسها او خرطوه معادي يتغسل بس انا بنقول بنسافل يعني مشارط المطهرات طب المطهرات بتؤثر على المادة المصنعة للأريكة؟ كل ما حضرتك تنظفيه كل ما بيزها اكتر وبعدين بعد التنظيف بالمية والصابون مثلا او مية وفريل او مية ومنظف بتنشفيه المية او تسييه مثلا نص عين شف وبعدين منبخ عليه تاني بخاخ الملعمة لأخشاب بيرجع اجدد من مكان الاول عايزين نتكلم عن منتج الرتان وانواع الاساس الموجودة عند حضرتك وإيه اللي بيميز كل منتج فيهم؟ عندنا هنبدأ بالفرش الاول اللي هو الانتراهات او الروكنات ده عندنا الانتراهات عندنا اكتر من خمس انواع عندنا فيه اللي هو الاستيديو تمام؟ ده دي المرجحة دي الفردين دي المرجحة اسمها مرجحة والعيشة عصفورة احنا بنسميه كرسة معلق او مرجحة او عيشة عصفور كده وده برضو بس ده فرد دوت مرجحة فرد واحد هو في فردين وفي فرد صح؟ اه الفرد دي بتاخد نفر واحد بتشيل متين كيلو الفردين دي بتاخد تلتمية وخمسين كيلو فردين تمام؟ دي عرضها مية خمسة واربعين سنتي ممكن برضو لو واحد لو واحده بينام فيها بالعرض عادي طب الاوزان هتستحمل هتستحمل القريكة او عيشة العصفورة ده الاوزان ما شاء الله احنا هنا في مصر والوطن العربي بناكل بقى لا دياز بتشيل حد تلتمية وخمسين كيلو تلتمية وخمسين كيلو دولار بنتكلم بناياً على احنا اللي مصنعين تمام؟ تخيمة الحريض عندنا تلاتة ملي او تسعة اه اتنين وتسعة من عشر عشان نبقى انه تكون ضقيق في التعبير بالضبط اه اتنين وتسعة من عشر يعني الناس اللي دلوقتي المليانة اللي بتشوفنا يعني تتعود وبعدين عندنا ضمانة تتعود هي مرتاحة ومش خايفة ضد كاسر او اي حاجة على ضمانتك اه طبعا تعمل؟ دي طبعا نوع تاني من المراجيح دي زي مرجحة كده تحط برضو في الجنينة دي اسماها كوشة دي برضو بتشيل حاجة 350 كيلو بس ده شكل تاني دي بتشيل فرضين اشرح لنا شكل الستايل ده اه الستايل ده اسم الكوشة بتشيل حاجة 350 كيلو برضو وبتشيل فرضين فرضين؟ فرضين بس دي بتيختلف عن الكورس المرجحة اللي هو العشة العصفور الفرضين انه دي بتيتمرجح عادي انما العشة العصفور التاني الستاند اللي شايله ورا القفص متعقفش تقلق تهز قوي ده فرض واحد بتشيل 200 كيلو بس كل البنات دلوقتي المقبلين والمقبلات على الزواج أنا شايفة أن عيش العصفورة والمرجحة دي أهم من النش حاجة عملية هتبقى حاجة مريحة حاجة لطيفة كده أهم من النش اللي احنا بنبقى راكنينه ومنخزن فيه كل الكاسات والحاجات اللي مش نستخدمها فإحنا عايزين نشجحهم أكتر الأسعار إيه إحنا عندنا لو العامل بتاعنا ما فيش معاه مقدر أنه هو اشتري إحنا عندنا نعمل مسابقة كل يوم خميس على الجروب بتاعنا عبارة عن إيه المسابقة؟ يعني هذي بتعمل عدد لايكات للصفحة أو شير بنعمل اختيار عشوائي إحنا كده أنا أعتبر إحنا النهاردة التالي هل اللايكات والشير والحاجات دي بالفعل بتبقى حقيقية ولا أيه؟ لا أصل العامل إحنا بنخش على الصفحة بتاعته ونشوفه عمل إيه يعني اختارنا اختار عشوائي بنختار نخش تاني على الصفحة بتاعته ونشوفه عمل إيه إحنا معينا كم من اللينك موجود على الشاشة طبعا ننظره وعايزين تكلم بقى عن نظم التقسيط اللي حضرتك بتقدمها في الشركة للعملاء عبارة عن إيه؟ ما أقول لحضريك أي طقم أو أي مرجيحة بتاخدها سيادتك بدون فوائد زي ما قلنا السعر كما هو؟ حضرتك بيت قصته على مدة قد إيه؟ أقصر حاجة عندنا ستة شهور عشان احنا طبعا بدون فوائد احنا بس بنسهل على العميل شوي لأن ناس كلها في نفسه كل بيت أنه يجيب مرجحة للولاد أو فارش للولاد فاحنا بنسهل على العميل بس أنه احنا مش عايزين بيش منتكلم في قدر مكسب مادة احنا عايزين المعناوي أفضل مكسب معناوي أفضل أو كسب عميل أفضل شوف حضرتك الصورة اللي موجودة معين دلوقتي ده عبارة عن مطبخ ولا عبارة عن ركنة موجودة في الصغل ومسلا؟ ده عبارة عن الليفينج ده ما عنديك واضحة بس احنا عندنا دوت الحيطان احنا بنكلمتها على ذكور الحيطان لأن احنا بذكور شامل دوت حيطان فوم عازل طباو حرارة تا 85 ملي دوت بيتركي الدبل فيس ده بيغير دكور البيت خالص احنا عندنا منه اكتر من 80 لون دوت بيجي أولي الطوب الرسمة قالي الطوب الجميع ألوانه وبيجي منه مناظق برضو فمتوفر منه كل الألوان عندنا عايزين نعرف من حضرتك الموديلات الجديدة والحديثة اللي شركة سكيب بتقدمها للعملة ايه هي الأحدث حاجة موجودة حاليا وايه الجديد اللي انتو ضفتوه على حاجة مثلا كانت موجودة قبل كده احنا دوتنا زي ما قلت حضرتك اللي هو الطقم الارتان الطقم دوت فيه منه استيديو فيه منه اللي هو الحض شكل مختلف وضفنا ألوان جديدة يعني فيه عندنا ألوان مختلفة كتير وكذلك برضو في الفوم احنا يعني استوردنا جزء كبير من الفوم ده جميع الألوان شفت حضرتك الألوان كل الألوان تناسب كل الأزواء وده معالج للرطوبة يعني لو فيه بيت فيه رطوبة من تحت بتلاقي الدبل فيس بيلزق عليها عايزي عرف من حضرتك مش مواندس ايه هو الماجيكول وبيتكون من ايه ونعرف استادة مشاهدين مع بعض هو طوقة من الفوم من جيهة للدبل فيس مادة لازق جدا لدبل فيس عشان تلزق على الجدار والجيهة اللي برا بي في سي مقام للخدش وسهل التنظيف بتكون من ايه الماجيكول الماجيكول ما قلت حضرتك هو في مادة فوم فوم بس وما فيش مادة تانية معاية تقوي أو لا الخارجي بتاعه بي في سي عشان يقام للخدش والدخيلي بتاعه اللي هو دبل فيس المادة دبل فيس شديدة شوية بتلزق على ايه حاجة على ازاز على طوب على محارة على خشب بتلزق على ايه شيء بيتنظف ازاي او طريقة تنظيفه من قبل ست البيت يعني هتنظفه ازاي وهتستخدم ايه المواد المطهرة تستخدمه برضو المية والصابون عادي ده هوات ببخاخ برضو او بخرطوم او بقمشا ولا مية ده بيتنظف بسهولة جدا ما بيقبلش وسخ يعني هو حضرتك لو كابت عليه كاتشاب كابت عليه حبر ما بيقبلش الوسخ هل المنتج ده جديد على كل بيت مصري ولا كان موجود قبل كده وحنا طورناه هو جديد هو بقاله عشان الوقتي وعندنا السواحل هي اللي بتاخد منه كمهات كبيرة عشانه رفوح السواحل او يعني المادة دي مهمة جدا للمنازل اللي فيها ارطوبة عالية ايه يمانك وكمان في الممكن بيتحط في الاسفل الجدران يعني هو الوقت بيتممكن تزقى في الحمامات يعني في واحد مثلا مش عاوز يبلط دي بدل البلط تمام هل ده بيكون لوحدات سكنية معينة ولا ممكن اي بيت في مصر يستخدمه اي بيت محتاجه زوال كان عمده جدار احنا بتيجي مثلا عمدنا بتيجي الظروف بتيجي مثلا ظهر العمارة كله بيجيب رطوبة من الشتاء او ظهر العمارة الشمس ضاروا فيه فالمادة دي تخنتها 8 ملي بتعزي الرطوبة وبتعزي الحرارة يعني نحضر لو ركبتيه والجنب دوت في حرارة بعد ما بيركى بيبقى نورمل طبيعي وجزلك برضو لو فيه شتاء مثلا جاي عليه من الظهر العمارة وركبتي الجدار ده الفوم بيبقى نورمل ما فيش فيه اي رطوبة هل مثلا المادة دي بتطلع بعد فترة اكيد كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي عايزين يتطمينه انا دلوقتي لو عملت الماجيكول وركبته تمام هل بعد فترة معينة مثلا نسبة الرطوبة بدأت تهلأ اكتر هل الرطوبة دي بتعزي الماجيكول عن الجدار لا استحلق ليه بقى عشان هو مخص مادة يعني احنا دلوقتي ما جانا نصنعه وصنعنا عشان العيب ده فهو مقاوم للعبدة مضاد للعبدة اللي هو الحرارة او رطوبة حتى لو فيه تأشير في الجدار نفسه قبل كده بننظفه ونلزقه تاني تمام بس هو ما يطلعش لوحده بيقض فترة طويلة احنا معينا صورة حمام سباحة عايزة حضرتك تشرحها لنا بتفاصيلها وازاي بتنشيو او بتجهزو حمام سباحة في المنازل هو الوقت اللي طلع الجديد بقى لنا سنتين برضو فيه او سنة ونص تقريبا البول اللي هو المادة برضو زي الجلد مادة بي في سي المادة ديا يعني بدلا ما احنا بدلا ما نكلف مية وخمسين متين الف تلتمية الف في بي سين وطبعا ما مش نتعملوش هلا في السيف بس دوت احنا وفرنا للعميل حمام السباحة من اول مقاس مترين في متر ونص لاصغر مقاس لحد خمسة متر ونص في ثلاثة متر هلو البيت صغير او الشقة ممكن يهيق او نجهز به حمام سباحة صغير بما اننا حاليا كوفيت ناينتين الناس مش بتروح طبعا النوادي وكده فممكن احنا ننشئ الاطفالنا حمام سباحة صغير في البيت اكيد طبعا عندنا على فكرة معظم حمامات السباحة اللي بتتسحب منها وبرطلب منها في السحل الشمالي وده حاجة انا مستغرب له او في اسكندرية طبعا السواحل عندهم البحر وكل الحاجات انا عندي عملة كتير في اسكندرية والسحل الشمالي بيطلبوا البول القاهرة قليل والاقليم يمكن عندهم من دراية ان ممكن نعمل حمام سباحة في البيت هم عارفين هم عارفين بس مش عارف ليه السواحل مع ان عندهم بحر كتر مننا بيطلبوا البول واحنا موفرين جميع المأسان يبقى حبيبنا الاطفال مش هننساهم من خلال الشركة بقاعد حضرتك ان احنا نجهز لهم واحنا موفرين عندنا راس كلور بتحط في البسين علشان البكتيريا او عشان كل ده او عشان ما تفضخش البسين كل شوية وانا عبريه طبعا وقت حلقتنا بيجري بسرعة جدا كان عندنا اسئلة كتير كنا نحاب نتكلم مع حضرتك بس حضرتك اسعدتنا بلقائك واسعدت الاطفال اللي شافونا اكيد من خلال حمام السباحة اللي احنا ممكن نعمله بشكر حضرتك بش مهندس قسامة سعد صاحب ومدير شركة اسكيبل ديكور شكرا من حضرتك مشاهدين العزاء شكرا لكم وسعدت معاكم كنت معاكم ميا عبدالسلام اترككم في رعاية الله وامنه